أنتونيو صبر أهلا وسهلا فيك استنتعنا بمشاهدة هالفيديو شفنا لبنان الحلو شفنا اندفاع شفنا عزيمة شفنا مجهد رائعة من لبنان متل ما ذكرنا ببداية بالمقدمة انو حضرتك انتيريور اركي تاكت الفكرة كيف انطلقيت ولا تنفذت بهذا الشكل اوكي بلا شو المشروع اساسا احنا عنا بالجامعة عنا مشروع التخريج طبعنا بدنا نكون عنا فكرة معينة عم نشغل على بروجيك معين على لوكيشن معينة هلا اكيد الفكرة بدنا نطلق من محلة معينة اخترت انا انو يكون هالمشروع عم بفيد بلدي عم بفيد في بلدي وعم عم بقدم شي جديد لبلدي عم من طريق الريسرش طبعي عم بجرب شوف شوفية اعمل طلع بطريقة عن انو كان لبنان من ايام جدودنا كان لبنان معتمد على صناعة الحرير كانت كل الاقتصاد معتمد على هالصناعة وصرت ارجع بالريسرش طبعي اكتر يعني هذا اكتشاف بالنسبة لك ما انو اكتشاف انو اذا بدك انو رجعت للماضي رجعت لشوف انو لبنان كيف كان قبل كيف كان اكتصاد يبتكز على شو مزبوط وهيدي صناعة انفقدت بلبنان يعني بطل في حضن حتى يحكي فيها وبعد المعامل الموجودة معامل مهمولة ما حضن بقى بيس كده ارجعت انو صرت تفتش على لوكيشن معينة قدر نفس فيها هالبروجير ومن طريق انو شفت كاسو لوكيشن وكذا وكذا مطرح لقيت اكتر محل انو قادر انجاد عنده فاليو انو عنده هدف تاريخي ايمي تاريخي هو السلت ميل بكفر متا هي كرخانة حرير هادي بسموه بكفر متا هي محل منس محل مكسر مهمة مهمة كتير ارجعنا اشتغلنا على اشتغل تعلاب البروجير طبعا كيف اشتغلت تعلاب البروجير بس انتونيوس وشو الانجل او الزاوية اللي كان بدك تنقلها من هالماصنع مظبوط عندي انا بالبروجير طبعا عندي سري تاريخي اول تاريخي هو اذا بدك اكونوميك تاريخي واللي هو انه ارجع هذا البروجير رجع رجع هادي الصناعة على لبنان ومن طريق انه شجع المستثمرين يرجع يجوا على لبنان يستثمروا بهالصناعة ويرجعوا هالشاباب يشتغلوا بهالمصانع الجيدة اللي بدون يعملوها المستثمرين تاني تاريخ تابعي كان شوية كالتسور لتاريخ اللي هو اشتغلت فيه على انه هادي اذا بدك حضارة لقلنا هادي كولتور تاريخ كان تاريخ لقلنا انه هادي الصناعة كان انه بيخبرني بايه وبيخبروني كل الكبار اللي عنا بالضايعة انه هادي الصناعة كانوا معتمدين عليها وخاصة بجبل لبنان انه وانتست فجأة راحت اختفت بس انعرف لي يعني انتست هل لحقت الامور لتشوف هل بوقتها بسبب شو حرب الاشخاص معادوا مهتمين لهالموضوع او مقدرت تعرف شو السبب لحتى وقفت لان بلا قدرت اعرف هي صار انه طلع النسيج الاستناع واللي هو ليه مش حرير يعني المصنع مظبوط وصار فيه كومبتشن عليها وهو اصلا كان الحرير محدود بالطبقة الغنية والامرة لان اصلا معروف انه صاروا كمان اكتر غالي مظبوط مظبوط بقى وصاروا المعامل البطل قادرين تصرف انتاجها وبطل قادرة تاخد من المزارعين المحصول طبعا بقى هون انفقدت هذه الصناعة انه خلصها المزارعين بطلوا يزرعوه والمعامل البطل عندهم يقدروا يكفوا هذه الصناعة واختفت وصارت يعني معمل ورا معمل الوقف والا اخر شي اختفت كليا وهدفك هلأ انك ترجع مظبوط بس نحنا شفنا مشاهد حلوة عن لبنان يعني انت ما اقتصرت مشاهدك على هالمصنع على تاريخه على كيفية احيائه على بس اعادة المغتربين على لبنان ولكن كمانا كان فيه تقنيات مستعملة كان فيه معدة مناطق من لبنان اتصورت يعني الفكرة كيف توسعت كيف نفزتها كمانا اوكي هلأ اجمالا انا كنت عم بشتغل انه هاي دي اصابتك على الاقتصاد اللبناني انا لما اكون عم برجع رجع هاك صناعة على لبنان عم بكون ارجع عم بحلم باللبنان جديد عم بحلم باللبنان اللي كلنا ما نحبه اللي كلنا ما نشوفه بهالمشاهد ما منشوفه متل هلأ حرب ابدا عم نشوف اجمل دعاية للبنان واجمل وجه للبنان مزبوط كان هيدا حلمة انه انا بدي شوف هيدا بلدين ما بدي شوف بلد دايما على طول في مشاكل في حروف في كذا هذا هو هدفك ان شاء الله هيدا السورة اللي شفنيها تكون بالشكل والمضمون ودائما الى الابد ان شاء الله للبنان شو دا حلمك كمانا بيتحقق بهالسنة الجديدة وبتقدر كمانا تحقق كل مشاريعك وقود لك بالجامعة شكرا لك انتونيو سابر لبجودك اليوم معنا مرسيك تير